السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون وصفة اليوم ان شاء الله رايحة تكون المبرجة او البراج الجيت راية والذوف الفم وصفة ناجحة ان شاء الله من اول تجربة وكل عادة احبابتي اذا اعجبكم الفيديو ما تنسونيش باعجاب واشتراك ليصلكم كل جديد ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير بسم الله اول حاجة راح نعطيكم سميد اللي استعملت انا راني استعملت هذه النوعية ندير 3 كيلات سميد متوسط كيلة غير سبع نصها سمن ذيب ونص مارغارين ذيبة ونكمل نعمرها بالزيت وعندي الملح ووحدة خميرة كيميائية وكيلة ما يكون دافي ويمكن من استعملهاش كيملة حسب نوعية سميد اول حاجة نكمل نعمر كيلة سمن والمارغارين بالزيت من بعد نضيف الملح ندير حوالي 3 مغارف صغار استعملوا المغرفة الصغيرة خلاص ماشي تعد يسير ونضيف لي ديم ونبدأ نبسس في الخليج جيدا ونحكوه بين الكفين بهذه الطريقة لمدة 5 دقايق تقريبا ثم نضيف كيس الخميرة الكيميائية ونواصل الخلط هنا الخميرة رايحة تعطيها خفة وتبقى لكم طريقة ورايحة تطيبلكم حمره كامل كيف كيف من بعد نغطيه ونخليه يرتاح قليلا أنا راني بسسته صباح وبعد لغدان شاء الله رايحة نخدمه كيما تقدروا تخليه وهي بيت ليلة كاملة بعد ما ارتاح السميد اللي بسسناه نكملنا خدمه نبدأ نضيف فيلم اللي يكون دافي بالتدريج واللم غير بالاصابع ما نعجنوهاش وبقاوا لمو غير بهذه الطريقة حتى انت تحصلوا على عجينة بينلكم طريقة بالزيف غطيوها وخليوها ترتاح مدة 10 دقايق حتى نحضروا الحشو نروحوا نحضروا الغرس عندي 600 قرام غرس منقي جيدا عندي الماء للعجن وملعقة صغيرة معمرها سمن نطري والقليل من الزيت ندخل السمن في الغرس مليح ونبدأ نعجنوه بالماء حتى نتحصل على قوام مطري بزيف كما راكم تشوفوا ثم نزيد تقريبا زوج مغارفه كبار زيت نغطيه ونخليه جانبا هنا راني استعملت 600 قرام غرس مع كيلو سميد هنا نولي للعجينة راح نلقيوها شربة الماء اللي ضفنيه كامل وتلقيوها نشفت شوي نزيد لها الماء اللي بقى من الكيلة اللولى ونزيد غير بشوي حتى نتحصل على العجينة متماسكة وتكون الطرياء وكما راكم تشوفوا ما استعملتش الكيلة كاملة راه يبقى تقريبا 5 مغارف كبار نقسم العجينة على اثنين ونبدأ نشكل مباشرة اول حاجة نجيب كيس بلاستيكي ندهنه بالزيت ونبسط عليه الغرس بهذه الطريقة غير باليد وهنا لازم سمك الغرس يكون نفسه سمك العجينتين اما بالنسبة للعجينة رايح نرش القليل من السميد المبسس اللي كنت خليته من الخليط الاول ونبسطها بهذه الطريقة ونحاول نعدل الحواف ما نخليهمش مشقين نحط فوقها طبقة الغرس ونحاول منوصلهاش كامل للاطراف وبنفس الطريقة نحلل القسم الثاني من العجينة نحطهم الفوق وهنا الكيس البلاستيكي رايح يساعدكم بزيف ونعدلها غير بالشوي ونبدأ نغلق الاطراف مليح كما راكم تشوفوا بعد ما نعدل كامل الاطراف جيدا نجيب القليل من السميد المبسس ونمسح به من الفوق ومن بعد نقلب القرصة بهذه الطريقة ونزيد ثاني القليل من السميد نبسطها غير باليد ونبدأ من الواسط ونروح للاطراف وفي نفس الوقت نعدل الحواف باليد الاخرى كما راكم تشوفوا ثم نجيب الحلالة ونبدأ نحلل باش ما تبقاش لي طراسة على الاصابع ونتحصل على سطح املس وديروا السمك اللي تحبوه انا درت واحد ونص سنتيم ما نحبهاش عالية بزيف ونروحوا لمرحلة التقطيع هنالي ما عندهاش طابع تقدر تجيب اي كارتون وتقطعوا بعرض 6 سنتيم وتستعملوا رايحين يجيوا الحبات كامل كيف كيف انا بصراحة نستعمل هذا الكارتون احسن من الطابع نهزوا الحبة ونعدلوا لها الحواف بهذه الطريقة ما تعدلوهم شو بيديكم باش تجيكم الحبة مفيين يمليح كملوا كامل الحبات ومن بعد طيبوهم ندير الطاجين يحمى على نار قليلة ونبدأ نطيب فيه الحواشي قبل باش نريقل النار وما يطيبوش الحبات حمر وما يتحرقوش هنا غير تشوفوا الحواف بدأوا ينشفوه نقلبهم ونخليهم يزيدوا يتحمروا من الجهة الاخرى وما تقلبوهمش بزيف باش ما يتفتوا لكمش هذه هي المبرجة بعد ما درتها في صحن التقديم كيما راكم تشوفوا الجي حمراء كامل كيف كيف وجي تشاهي نقسم معاكم حبة كيما راكم تشوفوا وتتكسم بكل سهولة الجي خفيفة وطرية الذب في الفم وفي الاخير نقول لكم تبقاوا على خير ونتلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله